هذا وقد صلت انطلاق جولة الإعادة من الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 في مملكة البحرين الضوء على نظام الأغلبية المطلقة في تحديد المرشح الفائز ويعتبر نظام الأغلبية المطلقة أحد النظم المتبعة في الديمقراطيات لضمان وجود إطار قانوني يحكم عملية التسويت والفارز وعملية الإعادة للانتخابات الأنظمة الديمقراطية حريصة دائما على وجود إطار عام ومنظم لسير عملية الانتخابات ومع انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 تأتي التساؤلات عن ما هي أسباب الإعادة وكيف تصل النتيجة إلى نقطة الإعادة تبدأ هذه العملية بعد الانتهاء من فرز الأصوات وفق نظام يسمى بالأغلبية المطلقة ولنفترض أن إجمالي أصوات الناخبين الصحيحة بعد الفرز كانت 6000 صوت حصل المرشح ألف على 1500 صوت من أجمالي الأصوات الصحيحة أي نسبة 25% بينما حصل المرشح باء على 2500 صوت بنسبة 41.7% بينما حصل المرشح جيم على 2000 صوت بنسبة 33.3% تأتي النتيجة عدم فوز أي مرشح وتجرى الإعادة بين المرشحين باء وجيم الحصلين على أكبر نسبتين وذلك لأن لا أحد من المرشحين تجاوز نسبة 50% من الأصوات الصحيحة نتيجة المعادلة البسيطة والتي يقصد بها نظام الأغلبية المطلقة في التصويت وهي 50% زائد واحد أي 50% من الأصوات الصحيحة يضاف لها صوت واحد ليكون هذا الصوت هو المرجح لكافة الفائز وفق نظام الأغلبية المطلقة ومع جولة الدور الثاني من الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين لنفترض أن إجمالية أصوات الناخبين الصحيحة بعد الفرز في الإعادة كانت 6000 صوت حصل المرشح باء على 2800 صوتا من إجمالي الأصوات الصحيحة أي نسبة 46.7% بينما حصل المرشح جيم على 3200 صوت بنسبة 53.10% لذلك تأتي المحصلة فوز المرشح جيم لأنه حصل على أكبر عدد من الأصوات ونتيجة تطبيق الأغلبية المطلقة والتي يحصل عليها شخص دون الآخر بشكل مباشر بسبب وجود مرشحين فقط في المنافسة وأما في حالة التعادل تجرى القرعة لتحديد الفائز وبذلك تؤكد مملكة البحرين سيرها وفق النظم العالمية المتبعة في العديد من الدول فيما يرتبط بعملية التصويت والاقتراع تأكيدا منها على أن النظام الديمقراطي في مملكة البحرين واضح وشفاف ويعمل ضمن إطار القانون ترجمة نانسي قنقر